أنا ما أعتقدش نداي الغداء بمعنى إيه أنه أحياناً ممكن نتحط في موقف يعني ممكن يكون الإقاع مثلاً بتاع الحياة ممكن يكون سرعة إقاعنا وطريقة حياتنا دلوقتي بتتطلب أننا ممكن أكون أحياناً بس مع كتاب بدل ما بقرأ ولكن اللي بيحب يقرأ بيحب يقرأ يعني اللي بيحب يمسك كتاب بيحب يمسك كتاب فيه ناس زي ما عمرها هتبطل تاكل وتشرب عمرهم هايبطلوا يقرؤوا أنا مع حضرتك أن مسألة الوسائل المستحدثة ملغتش يعني إحنا مثلاً لما ظهرت مثلاً الراديو طلع بعد الصحافة برضو مثلاً لعمر الصحافة لغت التليفزيون ولعمر التليفزيون لغى الراديو والعمر الراديو أثر على التليفزيون ولعمر الإعلام الجديد أو الإعلام الديجيتل أو الإعلام الرقمي زي ما بنطلق عليه قدر أنه يأثر على ده ولكن كل محتوى بيتقدم أي مكان هو إيه ليه جمهوره وليه وقته وليه ظروفه أنا مع حضرتك أتفي على ده بس إحنا عندنا معطيات وأرقام خاصة بالمجتمع المصري ارتفاع نسبة الجيل الأجيال الرقمية اللي يتطعط مع الديجيتل أكتر اتجاهات الجمهور أيضاً اختلفت يعني حدك تحليلي مثلاً نوعية الكتب والرويات الموجودة على تطبيق الكتب الصوتية إحنا عندنا يمكن أكتر من 15 تطبيق كتاب صوتي تابعة لشركات تكنولوجية وشركات موبايل في العالم بدت تستسمر في هذا النمط وبدت تشغل بشكل كبير جداً نسب تحملات هذه التطبيقات في المجتمعات العربية كبيرة جداً